السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة التاريخ للصف الحاج عشر المصار الأدبي الوحدة الثالثة نتائج الحرب العالمية الأولى عنوان الدرس أثر الحرب العالمية الأولى على الوطن العربي الجزء الرابع أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يستنتج أهم القرارات مؤتمر ساري مو عام 1920 ميلادي ثانيا يوضح النتائج الاجتماعية والاقتصادية للحرب العالمية الأولى على الدول العربي أولا عزيز الطالب سنقوم بمراجعة ما تم درسته في الدرس السابق من خلال تذكرك للنقاط التالية أولا موقف العرب من مؤتمر الصلح عام 1919 ميلادي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عقد مؤتمر للصلح في باريس لبحث قضاياها بعد الحرب أحسنتم ثانيا صافرت الوفود العربية إلى باريس لعرض قضاياها توجه الأمير فيصر بن حسين إلى لندن للمطالبة بتحقيق وحدة العرب واستقلالهم فاشل العرب في مؤتمر الصلح ثم عاد الأمير فيصر بن الشريف حسين إلى سوريا عقد الزعماء العرب المؤتمر السوري العام في دمشق في الثاني من يوليو عام 1919 ميلاديا واتخذ مجموعة من القرارات وكانت أهم القرارات المؤتمر السوري العام في دمشق في الثاني من يوليو سنة 1919 ميلادية أولا إلغاء اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سورية أو إنشاء دولة يهودية في فلسطين ثانيا الاعتراف باستقلال سورية بما في ذلك فلسطين دولة ذات سيادة وتنصيب الأمير فيصر بن حسين ملكا عليها أحسنتم أبناء الطلاب ثالثا الاعتراف باستقلال العراق رفض نظام الانتداب المقترح من فرنسا وبريطانيا رابعا رفض المعونة الفرنسية بأي شكل كان موقف الحلفاء من قرارات المؤتمر السوري العام لم تعترف بريطانيا وفرنسا بشرعية قرارات المؤتمر السوري العام فانعقد المجلس الأعلى للحلفاء في ساري موفي إيطاليا وضم ممثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ثالثا بنى المؤتمر قراراته على تجزئة المنطقة وفرض الانتداب عليها ورسم مستقبل المنطقة العربية لما تقتضيه مصالح الدول الاستعمارية دون الأخذ في الاعتبار بمصلحة الدول العربية أحسنتم أبناء الطلاب والآن أعزائي الطلاب مع الهدف الأول لدرس اليوم تستنتج أهم القرارات مؤتمر ساري موفي عام 1920 ميلادي عزيز الطالب من خلال الخريطة التالية استنتج قرارات مؤتمر سان ريمون من خلال مفتاح الخريطة الذي أمامك تستطيع عزيز الطالب أن تستنتج أهم القرارات مؤتمر سان ريمون أولا ما المناطق التي تقع تحت الانتداب الفرنسي كما هو موضح في الخريطة نعم سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ثانيا ما المناطق التي تقع تحت الانتداب البريطاني نعم العراق كاملا تحت الانتداب البريطاني ثالثا ما وضع فلسطين في معادة ساري موفي فلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني على أن تقوم بريطانيا بتنفيذ وعد بلفر أحسنتم أعزائي الطلاب الانتداب عزيز الطالب ما المقصود بالانتداب؟ الانتداب هو شكل من أشكال الاستعمار فرضته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى على عدد من الشعوب بحجة عدم قدرتها على إدارة شؤونها والآن عزيز الطالب مع غلق الهدف الأول والسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية تم عقد مؤتمر ساري مو عام الخيارات هي عام 1920 ميلادية عام 1917 ميلادية عام 1918 ميلادية عام 1919 ميلادي الإجابة هي عام 1920 ميلادي أحسنتم أعزائي الطلاب إذن تم عقد مؤتمر ساري مو عام 1920 ميلادي تم وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الخيارات هي البريطاني الفرنسي الإيطالي الروسي الإجابة الصحيحة هي الفرنسي إذن تم وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي تم فرض الانتداب البريطاني على الخيارات هي سوريا لبنان العراق اليمن الإجابة الصحيحة هي العراق أحسنتم إذن تم فرض الانتداب البريطاني على العراق تبقى لقرارات مؤتمر ساريمو تم فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الخيارات هي سوريا لبنان الأردن الحجاز الإجابة الصحيحة هي الأردن إذن تبقى لقرارات مؤتمر ساريمو تم فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن أحسنتم أعزائي الله السؤال الثاني أذكر أهم القرارات مؤتمر سان ريمون عام 1920 ميلادية الإجابة هي سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي العراق كاملا تحت الانتداب البريطاني فلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني على أن تقوم بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور شكرا لكم أعزائي الطلاب والآن مع الهدف الثاني لدرس اليوم يوضح النتائج الاجتماعية والاقتصادية للحرب العالمية الأولى على الدول العربية عزيزي الطالب ما النتائج الاجتماعية والاقتصادية للحرب العالمية الأولى على الدول العربية أولا تدهور الأحوال الاقتصادية للدول العربية نتيجة اتباع الدول المستعمرة أسلوب المصادرة القصرية للمواد الخام والمنتجات الزراعية وإرسالها إلى الدول الأوروبية المشاركة في الحرب مما أدى إلى نقص المواد الغذائية أحسنتم عزيزي الطلاب وكذلك أيضا من النتائج الاجتماعية مقتل الألاف من المجندين من أبناء البلدان العربية بسبب اتباع القوى الأوروبية سياسي التجنيد الإجباري وإرسال أبناء تلك البلدان للمشاركة في الأعمال القتالية على الجبهات في أوروبا كذلك من النتائج الاجتماعية والاقتصادية للحرب العالمية الأولى على الدول العربية سوء أحوال العمال الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب وتجاهل المنظمات النقابية والعمالية لأحوالهم أحسنتم أبناء الطلاب أيضا من النتائج الاجتماعية والاقتصادية للحرب العالمية الأولى على الدول العربية ظهور الحركات الوطنية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مثل ثورة 1919 في مصر وثورة العشرين في العراق وثورة السورية الكبرى عام 1925 ميلادية أما في بلاد المغرب العربي فقد تأسس الحزب الحر الدستوري في تونس وفي المغرب تأسست حركة المقاومة العسكرية كما ظهرت في الجزائر الحركة الوطنية شكرا لكم أعزائي الطلاب والآن أعزائي الطلاب مع غلق الهدف الثاني والسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية تذهورة الأوضاع الاقتصادية للدول العربية نتيجة اتباع الدول المستعمرة أسلوب الخيارات هي المصادرة القصرية التجنيد الإجباري التأميم الاحتكار الإجابة الصحيحة هي المصادرة القصرية إذن تذهورة الأوضاع الاقتصادية للدول العربية نتيجة اتباع الدول المستعمرة أسلوب المصادرة القصرية أحسنتم أبناء الطلاب مقتل الآلاف من المجندين من أبناء البلدان العربية بسبب اتباع القوى الأوروبية سياسة الخيارات هي الإبادة الجماعية التجنيد الإجباري القتل الجماعي التهجير القصري الإجابة الصحيحة هي التجنيد الإجباري إذن مقتل الآلاف من المجندين من أبناء البلدان العربية كان بسبب اتباع القوى الأوروبية سياسة التجنيد الإجباري أحسنتم أبناء الطلاب من الحركات الوطنية التي ظهرت في العالم العربي ثورة 1919 ميلادية في الخيارات هي تونس الجزائر نصر المغرب الإجابة الصحيحة هي نصر أحسنتم أبناء الطلاب إذن من الحركات الوطنية التي ظهرت في العالم العربي ثورة 1919 ميلادية في مصر قامت الثورة العشرين في الخيارات هي سوريا لبنان العراق الأردن الإجابة الصحيحة هي العراق أحسنتم أبناء الطلاب إذن قامت الثورة العشرين في العراق قامت الثورة السورية الكبرى عام الخيارات هي 1919 ميلادية 1925 ميلادية 1930 ميلادية 1935 ميلادية الإجابة الصحيحة هي 1925 ميلادية أحسنتم أبناء الطلاب إذن قامت الثورة السورية الكبرى عام 1925 ميلادية تأسس الحزب الحر الدستوري في الخيارات هي مصر الجزائر تونس المغرب الإجابة الصحيحة هي تونس أحسنتم أبناء الطلاب والآن أعزائي الطلاب مع الغلق الختامي لدرس اليوم وتدريبات الكتاب صفحة 262 السؤال الثاني أجب عما يأتي أذكر بنود مؤتمر سان ريمو عام 1920 ميلادية الإجابة هي أولاً سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ثانياً العراق كاملاً تحت الانتداب البريطاني ثالثاً فلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني على أن تقوم بريطانيا بتنفيذ وعد بولفر أحسنتم أبناء الطلاب السؤال الثاني ما موقف كل من اتفاقية سايكس بيكو ومؤتمر سان ريمو من قضية فلسطين الإجابة هي اتفاقية سايكس بيكو وضعت فلسطين تحت الإشراف الدولي أحسنتم أما مؤتمر سان ريمو فوضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع التزام بريطانيا بتنفيذ وعد بولفر السؤال الثالث عدد أهم الثورات العربية التي قامت عقب نهاية الحرب العالمية الأولى الإجابة هي أولا ثورة 2019 في مصر ثانيا ثورة العشرين في العراق ثالثا الثورة السورية الكبرى عام 1925 عشرين ميلادي أحسنتم أبناء الطلاب السؤال الثالث بما تفسر واحد تبهر الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى تدريبات الكتاب صفحة مية تلاتة وستين الإجابة هي اتباع الدول المستعمرة أسلوب المصادرة القصرية للمواد الخام والمنتجات الزراعية وإرسالها إلى الدول الأوروبية المشاركة في الحرب مما أدى إلى نقص المواد الغزائية أحسنتم أبناء الطلاب السؤال الخامس اثبت بالأدلة ما يأتي سينة 2 قضت قرارات مؤتمر سانريمو على أمال الشعب العربي في الوحدة والاستقلال الإجابة هي أصبحت سوريا ولبنان تحت الانتداب الثرمي أصبحت العراق كاملا تحت الانتداب البريطاني وضع فلسطين وشرق الأردن أصبحت الانتداب البريطاني على أن تقوم بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور في نهاية الدرس شكرا لكم أعزائي الطلاب وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس مادة التاريخ للصف الحدي عشر المصار الأدبي أعزائي الطلاب من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفسارتكم ترجمة نانسي قنقر